فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية يفسر بمقتضى اللغة التي نزل بها هذه أوجه التفسير كما ذكرها الإمام بن كثير رحمه الله في مقدمة تفسيره فالقرآن لا يفسر بالبداهة أو بالفكر كما يفعله كثير من الجهل الآن يفسرونه بأفكارهم وبما يرونه أو يفسرونه بما يسمون بالإعجاز العلمي بدون القرآن لا يفسر إلا بهذه الأوجه الصحيحة الأربعة لا يفسر بالرأي أو يفسر بالحوادث التي تحدث ويقال هذا تفسير للآية لكن يمكن أن يقال هذا والله أعلم تحتمله الآية وأما أن يجزى من هذا تفسير للآية هذا لا يجوز أما أن يقال هذه الحادثة والله أعلم أنها يتناولها القرآن أو يدل عليها القرآن من باب التوقع لا من باب الجزم أما الجزم فلا يجوز أن يفسر القرآن إلا بالمصادر الصحيحة للتفسير وإلا يكون قولا على الله بغير علم فهذا هو المنهج الأسلم في تفسير القرآن الكريم ولا يدخل في تفسيره إلا من هو متخصص في التفسير وعنده معرفة بوجوه التفسير الصحيحة وما أشكال يتوقف فيه ولا يدخل فيه بفكره أو بعقله بل يكله إلى عالمه وهو الله سبحانه وتعالى وهكذا منهج الأئمة رحمهم الله بل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يسأل عن المسألة لم ينزل عليه فيها وحي فيتوقف إلى أن ينزل الوحي الصحابة رضي الله عنهم والأئمة كانوا يتوقفون في الأمور التي لم يظهر لهم فيها حكم شرعي وهم أئمة سئل الإمام مالك رحمه الله عن أربعين مسألة فأجاب عن أربع مسائل وقال في ست وثلاثين لا أدري فقال له السائل جئتك من كذا أتعبت راحلتي وتقول لا أدري قال اركب راحلتك واذهب إلى البلد الذي جئت منه وقال سألت مالكا فقال لا أدري